بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة في دقيقة في شهر رمضان المبارك أحبتي في الله تجنب كل ما هو غير طبيعي أن تدخله في جوفك الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ما معنى طيبات ما معنى ما رزقناكم أي الرزق الطبيعي الفاكهة طبيعية الخضار طبيعية الحبوب والبقول وكل ما خلقه الله من ثمار من حولنا وخضروات ونباتات كلها طبيعية العسل طبيعي التمر طبيعي كله طبيعي احرص على تناول الغذاء الطبيعي في شهر رمضان تحديدا وخارج رمضان ولكن في شهر رمضان هذا شهر علاجي نريد أن نستفيد من فوائد الصيام نريد أن نستفيد من الأسرار المذهلة للصيام لذلك إياك أن تأكل الوجبات السريعة الأشياء المقلية هذه التي تقلى بالزيت إياك أن تأكل أن تشرب المشروبات الغازية كوكاكولا وغيرها إياك أن تأكل مثلا أي طعام مصنع إياك أن تدخل إلى جوفك العصير المحلبي بالسكر الصناعي وغير ذلك أحرص على الأقل خلال هذا الشهر وراقب النتيجة سوف تجد تغيرا مذهلا في جسدك وفي قوتك وفي قدراتك العقلية وفي ذاكرتك أيضا وأيضا في حالتك النفسية لأن الطعام يؤثر على الحالة النفسية كما يؤكد عدد كبير من الباحثين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأختم دائما أن الله لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إذا بالغت في الطعام أو الشراب أعلم أن الله لا يحبك تذكر هذه القاعدة وأنت تأكل نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المسرفين إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته